بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة خليها ربح. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيديو النهاردة فيديو مهم جدا وخاص بصفحات الفيسبوك. ناس كتير بعتت لنا على اشيات او على البوستات اللي احنا بنزلها وبنسأل حضرتكم بتطلب ايه? ناس كتيرة بتطلب ازاي اعمل غلاف لصفحة الفيسبوك? غلاف احترافي زي صفحات الميديا وزي صفحات الخاصة بالاخبار وزي الصفحات الخاصة بالطبخ والخاصة بالرياضة. صفحات في مجالات كتيرة جدا لما بنخش عليها بنلاقي صورة الغلاف بتاعتها صورة جزابة صورة مبهجة. صورة كده تبين ان الصفحة دي اكثر احترافية بغض النظر عن البوستات اللي موجودة فيها لان هي دي الوجهة الاولى للزائر لما بيخش الصفحة بتاعتك بيشوف الغلاف بتاعك. فلو الغلاف بتاعك غلاف مميز جدا بالتالي الزائر بيبين له او انطباع ان الصفحة دي لها اهمية او اهميتها كبيرة جدا. لكن في البداية قبل ما نشرح التفاصيل كلها ما تنساش حضرتك مطلوب منك حاجتين مهمين جدا. انك تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانك تعمل لايك للفيديو واشتراك بالقناة طبعا لو عجبك المحتوى ما عجبكش المحتوى براحتك اتفرج على الفيديو للنهاية. وبعد ما تتفرج عليه وتتأكد ان المحتوى مميز او المحتوى فائدك. اعمل لايك واعمل اشتراك. اه النهاردة هنتكلم على موقع مهمة جدا هنشرح فيه ازاي من خلاله تعمل الغلاف بتاعك من اي 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 زي. بطريقة سهلة جدا بكل الاضافات بكل الابتقارات لو عايز تضيف كلام لو عايز تضيف صور لو عايز تضيف غلاف اه لوجو معين جوه الغلاف صورة معينة جوه الغلاف كل التفاصيل دي هنتكلم عليها. ولكن بعد اه في دقايق معدودة بعد ما حضرتك تشوفني فيه الشرح اللي موجود على الكمبيوتر. يلا بينا مباشرة عشان ما نضياش وقت الفيديو ننتقل الى الشرح. اهلا بكم متابعينا الكرام وصلنا للشرح العملي على جهاز الكمبيوتر. زي ما انتو حضرتكو شايفين كل دي مجموعة من التصميمات الخاصة بي اه السوشال ميديا بوجه عام. ولكن احنا النهاردة استهدافنا على تصميم غلاف احترافي لصفحة الفيسبوك. زي ما حضرتكو شايفين الموقع اللي قدامنا مجاني وفي اه باقات مدفوعة ولكن كل الباقات اللي بشكل مجاني دي تقتر تغطي اللي احنا عايزينه بالظبط. هكون سايب لحضرتكو برضو رابط الموقع في الوصف الفيديو. اول ما تكتبوا حضرتكو في البحث canva.com هيزهر لكم الموقع ده او تدخل من خلال اللينك زي ما اتفقنا على طول. طيب الموقع معك بيكون بالوجهة دي نحاول بس نختار الوجهة الرئيسية عشان الموقع معنا يفتح بشكل اه يفتح زي ما حضرتكو شايفين دلوقتي كده زي ما حضرتكو شايفين هفضل انزل لحد ما وصل لي اغلفة الفيسبوك وبعدين اختار من اغلفة الفيسبوك عرض الكل. وبعدين من عرض الكل انا معي الخيارين دي مجموعة اغلفة ممكن ان اختار غلاف من الاغلفة دولت واعدل على غلاف من دولت. على سبيل المثال مثلا انا هختار الغلاف ده. حاول افتحه في نفيزة تانية كده. ده لغلاف انا اختارته دلوقتي. حاول نشوف الغلاف وبيفتح كده. زي ما حضرتكو شايفين ده الغلاف. بالمناسبة دي الابعاد اللي هتيجي مزبوطة بالزبط يعني كل الغلاف اللي حضرتك شايفو ده هيجي مزبوط على الصفحة ان شاء الله. ممكن حضرتك تدوس هنا. تعدل في الكلام اللي انت عايزه. اللي انت عايز تضيفه تضيفه. عايز تعمل من هنا تعمل مش عايز تعمل. عايز تعدل في لون الكلام. عايز تشهيل الصورة دي. تحط صورة تانية تحركها شوية. اللي انت عايزه كله ده بيبان معك. عايز تغير الخلفية. في عناصر ممكن تضاف. عايز تضيف كلمة معينة حاجة معينة. عايز تضيف نص معين بتروح ضيف نص من هنا كده مسلا. زي ما انت عايز. حضرتك طبعا عايزه كله متاح معاك. وده الموقع ده جميل جدا والشرح بسيط زي ما حضرتك شايف دلوقتي. بس بعملكو زي حاجة كده. مسلا اهلا بكم. ممكن تغير لون الخط عشان يبقى لون مسلا ماشي معه برضو تختار اللون ده. وهكزا. بعد كده بتروح حضرتك دايس تنزيل من هنا. وبتروح دايس على كلمة تنزيل بيروح نازل معك. دي الطريقة الاولى اللي تنشئ بها غلاف الغلاف يكون جاهز وتختار من الاغلفة دي. الطريقة التانية انك بتختار انشاء غلاف فارغ. ده انك بيكون معاك انت صورة معينة او تصميم معين انت عايز تعمله بشكل معين. انصحك ان انت في البداية تختار خلفية معينة عشان يباني الابعاد اللي موجودة معك في الصفحة. تختار مسلا خلفية زي دي بانت معك الابعاد. تضيف اي صورة انت عايزها او اي حاجة انت عايزها. وليكن انا مجهز لكم مجموعة من الصور كده. ممكن تعمل كده. بالطريقة دي انت بتحزف الجزء اللي انت مش عايزه بتضيف الجزء اللي انت عايزه. وهكزا ممكن تعمل كده. تكبر تصغر اللي انت عايزه. كله هيغوم متاح معك. ممكن تضيف كمان صورة كمان. انت عايزه برضو. كله متاح. بلاش الصورة دي خلنا نجيل صورة يعني فيها جزء من اه من الاشكال شوية. مثلا نختار دي. نعمل كده. كده زي محاضراتكو شايفيني هو تقدمنا. زي محاضراتك شايف بكل بساطة انا بتحرك وبعمل دي انا عايزه ببساطة. مش لازم تضيف الاشكال دي بس. ممكن تضيف اشكال تانية انت عايزها بشارك الاشكال دي. ممكن اضيف دلوقتي نص معين. او اضيف عنصر. اضيف ولياكن اختار العنصر ده. واحاول انا اعمل العنصر كده. كده. وتكتب بقى اي نص انت حضرتك عايزه. تختار مسلا النص. النص ده مسلا. اهلا بكم متابعين الكرام في صفحتنا على الفيس بوك. كنت اروح مقبر كده الدنيا عشان الدنيا تزبط معك. الدنيا بقيت جميلة بسمنا ان شاء الله معك. خلاص ايه. وتختار كمان لون معين. بقيت الدنيا معك ماشية بشكل ثلاث. والدنيا جميلة خلاص. ودي بالمناسبة ده غلاف بسيط جدا ممكن تضيف اشكال تضيف اي حاجة انت عايزها. تضيف حاجة معينة. اي حاجة تتناسل مع الشكل بتاعك مع الحاجة اللي انت عايزها. اللي انت عايز تضيفه. تضيفه. عايز تضيف سهم معين. بيوجه لحاجة معينة. بيعمل حاجة معينة. تحرك السهم شمال يمين اللي انت عايز تضيفه كل الطرق موجودة معك بس انت تبدأ ودي اسهل طريقة تقدر تعمل من خلالها ولاف على صفحة الفيسبوك بطريقة سهلة جدا. هتمنى يكون الشرح اه الشرح نال اه عجبكم ويوصلت لك المعلومة اه على اكمل وجه. طيب عزيزي المشاهد بعد ما حدقتك شفت الشرح البسيط اللي قدرنا من خلاله نشرح على الموقع ازاي تقدر تصمم ولاف لصفحة الفيسبوك بطريقة سهلة جدا وبطريقة واقعية وكمان قدرت ان انت تضيف كلام في النص او تضيف صور او كل الاضافات دي. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك للفيديو واشتراك بالقناة. ده اكبر دعم ممكن تقدمه لصناعة المحتوى عشان المحتوى يوصل لاكبر قدر ممكن من المتابعين. متابعينا الكرام نترككم في رعاية الله وامنه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.